تغيب الشمس يا قلبي وما زلنا نعاني الهجر فهل لا عدت يا قلبي ونبدأ من صلاة الفجر نقاوم كل ما نهوى ونسق الروح بالتقوى ونرضي الله يا قلبي ونصبح بالهدى أقوى الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله النبي الهاد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين خل الذنوب صغيرها وكبيرها فوتقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحظر ما يرى لا تحكرن صغيرة إن الجبال من الحصى استحكار الذنب من الأسباب التي تجعل الإنسان يستمر في الذنب ولا يبالي أن الإنسان يرى بأن الزنب صغير ولا يبالي مثلا يأكل الحرام وعندما تعاتبه أو تنصحه يقول غيري يأخذ الملايين من الحرام فلان يدخن عندما تنصحه يقول غيري يتعاطى المخدرات فلان يطلق البصر وعندما تنصحه يقول فلان يشاهد الإباحية عندما تتكلم مع شخص له علاقات محرمة مع فتاة أو مع غيرها عندما تنصحه وتواجهه يقول غيري يزني تبرير فعل الزنب واستحكار الزنب ليس ذلك فقط بل يتحول الأمر مع الوقت إلى أن الإنسان يحلل هذا الزنب فيبحث عن فتوى شازة أو قول شاز وشعاره علقها فرأة بتعالم ويطلع منها سالم هذا شعاره حتى يحلل لنفسه أنه يفعل الحرام قد يقول أحد الناس تتحدث عن هذه الصغائر وتترك الكبائر اعلم بأن الصغائر هي بوابة الكبائر الإنسان لا يقع في الذنب مرة واحدة إنما يبدأ بأمر صغير ثم مع الوقت يصل به الكبير الإنسان الذي يقع في الزنب لا يكون من النوم بيذهب للزنب إنما كان لهذا الزنب مقدمات المقدمات بأنه نظر إلى الحرام أنه جلس مع الناس يتكلمون عن هذا الفعل المحرم فمع الوقت يقع في هذا الفعل ويحاول أن يفعل هذا الفعل ينظر إلى الفتاة ثم يتحدث معها ثم يكلمها ثم يقابلها وهكذا حتى يقع في فعل الفاحشة فالإنسان ينبغي عليه أن ينتبه بأن هذه الصغائر تجعل الإنسان يقع في الكبائر والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا ميسانا لذلك فقال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحكرات الذنوب النبي صلى الله عليه وسلم يوجه هنا إلى عدم التحكير من الذنوب فقال وإياكم ومحكرات الذنوب ثم قال كمثل قوم نزلوا ببطن واد فجاء ذا بعود وذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم مجموعة من الناس يمشون على الطريق أو يمشون في الصحراء يريدون أن يأكلوا وليس معهم ما يشعل عليه النار فماذا فعلوا؟ هذا يذهب ويأتي بعود وهذا يذهب ويأتي بعود حتى يجمعوا ما يشعلوا به النار وهكذا الإنسان يفعل يأتي بعود من هنا وعود من هنا نظرة في الحرام كلمة في الحرام علاقة في الحرام أكل مال بالحرام هكذا حتى تجتمع هذه الصغائر فتحول إلى كبائر قال صلى الله عليه وسلم فيأتي هذا بعود وهذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم وإن صغائر الذنوب متى تجتمع على صاحبها تهلكه عندما تجتمع على الإنسان الذي يفعلها تهلكه وتضيعه لذلك انتبه إلى استصغار الذنوب ولا تضيع نفسك بهذه الصغائر كذلك أيضا من خطورة استصغار الذنب أنك تحاسب عليه وتسأل عنه قال الله ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ليغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا انتبه إلى هذه الآية ووضع الكتاب فترى المجرمين الله سبحانه وتعالى وصف هؤلاء بالإجرام ماذا فعلوا هؤلاء المجرمين كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم عندهم صغائر وعندهم كبائر هذه الصغائر وهذه الكبائر سجلت عليهم مع أنها صغيرة ولكنها سميت جريمة وتفسير الصغيرة كما قال ابن عباس قال الصغيرة التبسم أنك مثلا تنظر إلى إنسان يظلم إنسان إنسان يتعدى على شخص ما فأنت تتسم هذه الابتسامة علامة على الرضا ترى بأن فدان يفعل فعلا محرما هذا الفعل المحرم أنت تعلم بأنه محرم وتؤمن بأنه محرم ولكنك ترضى الابتسامة علامة على الرضا فتحاسب على هذه الابتسامة قال سفيان الثوري يؤتى بالعبد يوم القيامة فيسأله الله يا عبدي لما تبسمت في يوم كذا وكذا تسأل على كل تفصيله كذلك هذه الصغائر تأكل الحسنات النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال أتدرون من المفلس أتعلمون من المفلس فقالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع من ليس عنده أموال وليس عنده دار هذا هو المفلس فقال صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أمتي من يأت يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاه إنسان فعل الخيرات قام لله سبحانه وتعالى أدى الصلوات وأدى الزكوات وقام بحقوق الله إن المفلس من أمتي من يأت يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاه ولكنه يأتي وقد شتم هذا وسب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله صغائر الذنوب تدمر الإنسان تضيع هذه الحسنات تخيل الإنسان في الأصل قد يعاني حتى يستقيم على الطاع يعاني حتى يستقيم على الصلاة ويقوم بصلاة الفجر ويؤدي الصلاوات في وقتها يعاني حتى يخرج الزكاة من ماله لأن المال الإنسان يحب المال بفترته فيخرج هذا المال من أعز ما يملك يجاهد نفسه ويصوم في الحر الشديد أو في اليوم الطويل ومع ذلك تأتي هذه الصغائر فتضيع الحسنات فيأتي وقد سب هذا سب هذا حتى ولو على سبيل المزاح يتحدث مع صديقه فيقول له أمك كذا وأبوك كذا هذه ألفاظ دارجة الآن بين الشباب هذه الألفاظ عندما تقال أنت تقولها على سبيل الهزار والمزاح ولكنها لا تكون كذلك تسجل عند الله ما ذنب هذا الأب أو هذه الأم في أنك تسبهما أو تلعنهما فيأتي وقد سب هذا وشتم هذا وقذف هذا يستمع بأن فلان يمشي مع فلان ولا يرى يحكي للناس وكأنه رأى ويتعامل مع الناس على أن الأمر طبيعي ويحكي بأن فلان تفعل مع فلان كذا وكذا ويجود في كلامه وفي اسلوبه وفي طريقته ولكنه يأتي وقسب هذا وشتم هذا وقذف هذا وأكل نان هذا جنيهات عليه أو ريالات أو ضراهم عليه لبعض الناس لا يبالي ولا يفكر في الدين الذي عليه ويحاسب عليه فهذا يأتي في يوم القيامة هو الشخص المفلس انتهت كل الحسنات وبعد انتهاء الحسنات يكون عنده سيئات هذه السيئات مع الوقت هذه السيئات لا تبقى كما هي إنما يؤخذ من سيئات غيره على سيئاته ثم تطرح عليه ثم يلقى في النار والعياذ بالله لذلك علينا بأن ننتبه إلى مسألة استصغار الزمن وأنها مضرة وأنها مهلكة وأنها تؤدي بالإنسان إلى ضياع حسناته استشعر لحظة الوقوف بين يدى الله سبحانه وتعالى أنك مسؤول وأنك محاسب على هذه الصغيرة لأن الله سبحانه وتعالى لن يكن لك هذه الصغيرة أم أن هذه كبيرة الله سبحانه وتعالى سيحاسبك على ما فعلت وسيحاسبك على ما قدمت هل تأمن عقوبة هذه الصغيرة التي تقول بأنها صغيرة اذهب الآن إلى النار ضع يدك على النار لا تتحمل فكيف بناء للآخرة لا تنظر للذنب على أنه صغير لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت تعرف على الله سبحانه وتعالى واعلم بأنك ستحاسب وبأنك مسؤول وبأنك موقوف وبأنك ستحاسب على كل صغيرة وعلى كل كبيرة إذا ما خلوت الظهر يوما فلا تكل خلوت ولكن كل علي رقيب ولا تحسبن أن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبب أين الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكرق أين الكفر والفسوق والعصيان إنه لي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تغيب الشمس يا قلبي وما زلنا نعاني الهجر فهل لا عدت يا قلبي ونبدأ من صلاة الفجر نقاوم كل ما نهوى ونسق الروح بالتقوى ونرضي الله يا قلبي ونصبح بالهدى أقوى